وإذا بهذا الكتاب ومعلم الكتاب وهو أمي في القراءة والكتابة وإذا به يجعل من هذه العشائر الجاهلة الأمية الخرافية المتعابية المتقاتلة يجعل منها خير أمة في الأخلاق وفي العقل وفي العلم وفي الحضارة وفي التقدم وفي الغنى وفي الوحدة وفي الإنسانية ثم تتجه شرقا ومغربا فتضيف الأمم والشعوب إلى شعبها حتى جعلت إلى حدود الصين وإلى حدود فرنسا جعلت من مئات الشعوب شعبا واحدا ومن عشرات الأمم أمة واحدة وأحيت كل العلوم والحضارات المندثرة عند الشعوب فصفتها من زيوغها وباطلها وصارت منها فكرا وحضارة وثقافة تحقيقا لقول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحياة الحسنة في الدنيا جسدا وحياة وصحة وعلوما وفي الآخرة حسنة حياة الروحية أخلاقا وربانية وترفعا عن المادة اتجاها للمعاني والعلوم والأخلاق والفضائل والإنسانية حتى استطاعوا أن يوحدوا نصف العالم القديم وبأقل من مئة سنة إخواننا ضيوف الألمان هيئتون فبأقل من مئة نرحب نحن لكن ما يعرفوا حتى نرحب بكم جميعا أهلا وسهلا فحتى وحدوا نصف العالم بأقل من مئة سنة ولم تكن قطارات وسجاك حديدية ومواصلات سريعة ولا طائرات ولا سيارات ولا تليفون ولا تلفزيون حتى ولا ورق ولا قلم بالكتابة والقراءة فيا ترى لو ملكوا ما يملكه إنسان قرن العشرين من وسائل التعليم أو وسائل الإعلام أو وسائل المواصلات يا ترى ألا يستطيعونك ألم يكونوا يستطيعون أن يوحدوا العالم كله ويجعلوه أمة واحدة